السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وزيكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. هناخد النهاردة النشيد الاخير في الوحدة الثانية. وايه? هنبص كده على الصورة عشان نستنتج اسم النشيد. الصورة فيها باسم زمنة. وفيها صورة بسمة. وفي حواليهم ايه? اه اللي هما بيبصوا عليه دول مبسوطين. هو صورة نهر النيل او نهر النيل. نهر النيل حوالي ايه? حواليه ضفاف. ادي ضفة. وادي ايه? ضفة. ضفاف اللي هي بتحد نهر النيل من كل جانب. طيب وكمان في نخيل وفي اشجار وفي زرع اهو. وكمان نهر النيل موجود في المراكب. وكمان في اسماك. طيب يبقى النشيد بتاعنا اسمه ايه? اسمه نشيد نيل بلادي. نشيد نيل ايه? نيل بلادي. للشاعر الدكتور اسماعيل عبد العاطي. بقى اللي كتب النشيد ده. الشاعر الدكتور اسماعيل عبد العاطي. قل ليه الشاعر اسماعيل عبد العاطي? اختار النيل خصوصا علشان يغنيله. ليه? لان النيل له فضل عظيمة على مصر والمصريين نيلي فضل كبير جدا علينا ليه بقى؟ لان احنا بنشرب وبنروي منه الارض وبيشرب منه الحيوان كمان اه يا مصري بقى كل الحاجات دي نيلي بقليه دخل فيها اه عشان كده احنا لازم نحافظ عليه ولا نسرف فيه الماء وكمان ما نرميش فيه القازورات طيب النيلي عشان هو مصدر للخير والنماء والعطاء في مصر الشاعر اسماعيل عبد العاطي تغنى له هنشوفها قال ايه كده تمام كده احنا هناخد بس نصفه فقط هنقرأ مع بعض كده نيلي بلادي للشاعر دكتور اسماعيل عبد العاطي نيلي بلادي ما أبها يجري الخير في دلتاه يسكي الناس ما أحلام يلا كده بقى نشرح النشيد مع بعض النشيد ده طبعا حفظ تمام هنشرح النشيد مع بعض اول حاجة الشاعر بيقول نشيد نيله بلادي اه عايزين نعرف ايه النيل ده النيل ده اللي هو نهر النيل اللي احنا كنت لية ماء وعزبة وحنا بنشرب منه ونصك منه وزرعه وبيشرب منه كمان الحيوان كلمة نيل اسم ولا فعل كلمة نيل اسم ليه عرفت ازاي انها اسم ها برافو عشان انا بحط لها الف ولام واقول ايه النيل احسنتم طب ممكن يا مست اقول كمان نيلون اه دخلت عليها التنوين واي كلمة بيدخلها التنوين بتكون اسم اقول نيلون اه حطيت لها تنوين بالضم قلت نيلون بقت ايه بقت اسم يبقى انا عرفت ان كلمة نيلون دي اسم لما قلت نيل وبلادي دي جملة اسمية ولا جملة فعلية اه هتقول لي دي جملة اسمية على اساس ان كلمة نيل اسم و جملة nanoبر بدأ باسم تمام كده طيب كلمة نيل فيها حرفه مد اه فيها حرفه مد يا مست اللي هو حرف ايه حرف الياء حرف الممدود اللي هو حرف النون تحتيه قسرة لان نياء المد بتحب كسرة طيب بلادي كلمة بلادي فيها مادة بالالف نشاف الناشيد بتاعنا فيقول إيه برضو قاعد اسم الناشيد تاني وقال لي نيلو بلادي تبعيزين بقى أنا عرف كده بلادي دي مفرض ولا جمع آه يا مسي بلادي دي بلاد كتير يبقى هي جمع طب مفرضها ايه مفرضها بلدي مفرضها ايه بلدي طب فيها يا مسي هنا كده في الاخر ina مش عارفها يا جاية ليه بيقول لي بلادي فاكرين الياء بتاعة كلمة وجهي اسناني حقيبتي قلمي كانت هياء ايه كانت هياء ملكية آه يبقى البلادي بتاعتي نيل وبلادي يعني النيل ده بتاع لأني عايش فيها قولنا مفرد بلادي بلدي طيب مفرض جمع نيل جمع نيل أنيال جمع نيل إيه أنيال طيب نيلو بلادي ما أبها يعني أجمله معنى أبها يعني أجمله طيب شايفين كل الأسلوب ده ما أبها آه يا ميس ده اسمه أسلوب تعذب عرفت إزاي بدأ بأداءة التعذب ما وآخر وعلامة إيه التعذب آخر وعلامة التعذب طيب قلنا كلمة اب هاه معناها اجمله طيب في هاء هنا بيقول لي اب هاه او هو الغ Khan ضمير تب هاء ضمير دي رجع على مين ؟ رجع على نيل البلادي اه هو هنا بيتكلم على مين من اللي ما اب هاه؟ من اللي ما اجمله؟ اللي هو نيل البلادي بقى الهاق دي رجع على مينяниي؟ على نيل نفسه يبقى البيت الأول تاني بيقول نيل وبلادي ما اب هاه؟ الشاعر هنا بيوصف نيل بيوصف النلفة بيقول عليه ايه بيقول عليه ما ابها يعني ما اجمله تمام يجري الخير في دلتا يجري يعني ايه يجري يعني ينتشر يعني ايه يجري يعني ينتشر الخير اللي هو المقصود بيها النعمة الخير اللي هي النعمة قلنا يجري يعني ينتشر والخير اللي هي النعمة طب يجري الخير دي جملة اسمية ولا جملة فعالية آه برابة هبص للكلمة الاولى الكلمة الاولى كلمة يجري آه دي فعل يا ميس مش اس خلاص تبقى دي كلها كده جملة فعلية طيب عايزة أبدلها عايزة أخليها جملة اسمية هقول الخير يجري هعمل ايه هعمل علامة المقص وهجيب كلمة الخير في الاول وكلمة يجري رقم اتنين بقى هقول الخير يجري يجري الخير فين فين الخير ده بيجري فيه دلتاء ايه دلتاء دي مجموعة من الارض تتكون عند مصب النهر يا بو يا ميس ايه الجملة الكبيرة دي تعالوا كده نشوف الدلتة دي اه هنرسم كده خريطة يعني اميس خريطة دي شكل كده بيحدي لي بيعرفني حدود بعض البلاد طيب اهي اهي كده بصوا ده كده اسم البحر المتوسط هو مش عليكم ولا حاجة بس انا عشان اوريكم الدلتة اللي هو بيتكلم عنها دي في هنا كده علامة زي سبعة اه يا ميس هي دي كده اسمها الدلتة اه يا ميس يبقى العلامة السبعة دي هي الدلتة هي دلتة اللي بيتكلم عنها اه وده كده اسمه نهر ايه نهر النيل الشرطة دي كده او الصف ده كده اسمه نهر ايه نهر النيل نهر ايه نهر النيل طب نهر النيل ده بيصب فين بيصب فيه دلتة اللي هي دي احنا قلنا يا مساحة من الارض تتكون عند مصب النهر اللي هي الحتة دي الدلتة. الماء بتأتي كده من نهر النيل كده. وتمشي تنزل هنا. في المصب ده. دي كده اسمها دلتاها. علشان كده بيقول لي يجري الخير في دلتاها. الخير هنا مش المقصود به ان النيل بيديني شوية خير مسلا كل واحد يجي اخد كده شوية خير. لا. المقصود بالخير هنا. قلنا يجري الخير. اه يجري الخير دي جملة فعالية وحولناها الاسمية قلنا الخير يجري. قلنا يجري معناها ينتشر عكسها يتوقف. وقلنا الخير اللي هو النعمة. تمام? وعكس الخير ايه? عكس الخير الشر. طيب. في في ده ايه يا مس في ده? حرف جر. حرف ايه? حرف جر. وقلنا كلمة دلتاة وعرفنا معناها كمان. تمام? وفيه ها في الاخر هنا في كلمة دلتاة. الهاق دي ايه? الدلتا دي بتاعت مين? بتاعت نهر النيل. يبقى دلتاة دي الهاق اللي فيها عائدة على ايه? على نيل بلادي. يبقى الهاق هنا هاق ضمير يبقى اسمه ضمير متصل. عائد على مين? على نيل بلادي. لان الدلتاة هنا تبع مين? تبع نهر النيل. احسنتم. يسكي الناس يا ماء احلا. يسكي معناها يروي احسنتم. يسكي معناها يروي. يسكي هنا فيها مد ولا ما فيهاش? اه يسكي يبقى فيها مد يا مس والماد ايه? مد بالياء. مد بالياء. والحرف الممدود القاف. احسنتم. يسكي الناس. يسكي الناس. اه الناس. شوف انا بنتها ازاي بقول الناس. يبقى يا مس دي لام ايه? اللام اللي مش بتطنطق اسمها. لام شمسية. لام المزحلقة اللي انا زحلقتها وما نطقتاش خالص. لام شمسية. تمام كده? يبقى يسكي ايه? يسكي الناس. ماء احلاق. ماء احلاق. ده اسلوب ايه? لسه واغدينه في الاول هناك اهو? ماء احلاق. ده اسلوب تعجب. بيبدأ بأداة التعجب ما? واخر علامة التعجب. طيب احلاق يعني ايه? يعني اجمله. معنى احلاق اجمله. والهاء هنا برضو. ما احلاق? مين هنا اللي حلو اللي احنا بنبص عليه وبيسئي الناس ده? اه يا مس ده نهر النيل. اه برافو. يبقى الهاء هنا برضو رجع على مين? على نيل بلادي. تمام كده? يبقى الهاء هنا ضمير متصل يعود على نيل بلادي. بارك الله فيكم. طيب كلمة احلاق عكسها ايه? اه اقباحه او امره. عكس احلاق اقباحه او ايه? او امره. يلا نعيد بقى كده النشيد مراكع سريع. قلنا النشيد اسمه نشيد نيل بلادي للشعر الدكتور اسماعيل عبد العاطي. النيل طبعا ليه اهمية كبيرة على مصر والمصريين وفضله عظيمة علشان كده الشعر اسماعيل عبد العاطي تغناله. قال ايه? قال النيل وبلادي. ما بها? قال النيل بلادي ده ما اجمله. يعني هو احلى حاجة في الكون. واجمل حاجة. يجري الخير في دلتاء. ان الخير بيجري في الدلتاء. وقلنا طبعا ان اللي بيجري هنا مش شوية خير كده. لا ده هم الماء. والماء هي اللي بتجيب لي الخير. بتسقي الزرع وبتسقي الانسان وبتسقي الحيوان. وده كله طبعا ايه? بيديني خير. ويسقي كمان الناس ما احلاقه. او بيقول كمان بيتعجب من حلوت ان هو بيسقي ايه? بيسقي. انا اسي فالشعر هنا كان بيوصف النيل في كل بيت من الابيات دي الشعر بيوصف النيل%. البيت الاول قالوا انه ما اجمله ان النيل بلاده وشكله جميل وحلو وخالص. ويجري الخير في دلتاء. او ده كمان وصف تاني بالنهر النيل ان الخير بيجري في في دلتاء. يجي سؤال يقول لي اين يجري الخير? هنقول يجري الخير في دلتا او في الدلتا. يسكي الناس ما احلى. وبيقول كمان ان الليل ده لفضل عظيم علينا ان هو بيسكي الناس وبيتعجب كمان من ايه من حلوته بيقول ما احلى ما اجمله. تمام كده? هنرجع مع بعض كده على المعاني. هنقرأ المعاني مع بعض. عايزين نشوف كده المعاني بتاعتنا احنا خدناها اثناء القراءة النشيد والشرح بس هنرجعها مع بعض. الخير معناها النعمة. معنى الخير النعمة. يجري معناها ينتشر ويسير. معنى يجري ينتشر ويسير. دلتا احنا قلنا الدلتا هي مساحة من الارض تتكون عندما صب النهر وايه ورسمناها. قلنا الدلتا اللي هي عاملة زي السبع او المسلس المقلوب. احلى معناها اجمله. وابها برضو معناها اجمله. نيل المقصود بها نهر ايه? نهر النيل. يسكي معناها يروي. بلادي اللي هي وطني. تمام كده? طيب. هنقول العكس او المضاد مع بعض. الخير مضادها الشر. ابها مضادها اقبحه. يجري عكسها يتوقف. يسقي يزمق او يعطش. عكس يسقي يزمق او يعطش. احلاه امره او اقبحه. بلادي مفردها بلدي. الخير الخيرات والاخيار والخيور. مش جمعها بس يا مس الخيرات. لا. جمعها كمان الخيرات والاخيار والخيور. اول سؤال بيقول لي ما عنوان النشيد وما اسم الشاعر. عنوان النشيد اسمه نيل بلادي. تمام كده? والشاعر اسمه ايه? اسمه بهاء. اه يبقى تعجب الشاعر في بداية النشيد من بهاءه. تمام كده? تعجب الشاعر من جمال النيل وقرمه وبهاءه. اين ينتشر الخير? ينتشر الخير في دلتا النيل. البيت التاني بيقول ينتشر الخير في دلتا. فاكرينه? ما الذي يجري وينتشر في دلتا النيل? ايه اللي بينتشر في دلتا النيل? خدناها برضو. اللي بينتشر في الدلتا هو الخير. يجري وينتشر في دلتا النيل الخير. ما المقصود بكلمة دلتاه? المقصود بكلمة دلتاه يعني معناها ايه? خدناها واحنا بنقول المعاني. قلنا هي ارض خصبة يكونها النهر عند المصب. مساحة من الارض تتكون عند مصب النهر. تمام كده? اللي هو معناها يعني. معنى الدلتا. ماذا ينشر نهر النيل واين? نهر النيل بينشر ايه? بينشر الخير عارفنا كلنا. ينشر الخير. بينشره فين? بينشره في دلتا. واحنا قلنا طبعا هو نهر النيل بينشر الخير في قدلتة فقط لكن ينشره في جميع عرجاء مصر ما فائدة نهر النيل للناس فائدة نهر النيل بيشرب منه الناس ويروي الفلاحون ارضهم وكمان يشرب منه الحيوان كيف يبقى نهر النيل مصدر للخير ازاي بيبقى هيفضل موجود للخير والعطاء ازاي لما احنا نحافز عليه اهو يبقى نهر النيل مصدر للخير والعطاء عندما نحافز عليه ولا نسرف في الماء لما بنحافظ عليه ولا نصرف في مياهه هنتشوف كده بعض الظواهر اللغوية وخرائط الكلمات وشبكات المفردات كلمة يجري بيقول لي أكمل خريطة الكلمة لكلمة يجري كلمة يجري معناها إيه؟ معناها ينتشر برافو ينتشر أحسنتم معنى يجري ينتشر عكسها إيه حد بيجري يجري عكسها يتوقف أحسنتم يتوقف تمام كده طب يجري اسم ولا فعل ضارق الله فيكم يجري دي فعل وإحنا قلنا لنشوف الفعل هو فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر آه يجري أوله يا المضارع أهي يبقى هو فعل ايه؟ فعل مضارع يلا كده طب يجري عايزين كلمة معناها فيها جملة فيها كلمة يجري يجري الخير في دلتاه يجري الخير في دلتاه تمام طيب كلمة أحلى آه معنى أحلى أجمله معنى أحلى أجمله برافو طيب عكسها إيه؟ عكسها أقبحه أو أمره عكسها أقبحه أو إيه؟ أو أمره طيب عايزين نعرف كلمة أحلى اسم ولا فعل؟ علشان أعرف كلمة أحلى اسم ولا فعل؟ لازم يجيب الجملة الأول طيب لو هي جاية في جملة التعجب هقول مثلا ما أحلى آه وفي الآخر علامة التعجب يبقى هنا دي اسمها فعل ليه يا مس؟ لأن كلمة أحلى لما بتيجي في جملة التعجب بيبقى اسمها فعل التعجب آه يبقى هي كده هنا فعل ليه؟ لأنها فعل التعجب تمام؟ طيب لو قلت مثلا البنت أحلى من الولد هاجي في الجملة كده وأقول البنت أحلى من الولد آه يبقى هي هنا إيه؟ اسم لأن كلمة أحلى اسم أصلا بس أنا لما حطتها في جملة التعجب أصبحت فعل التعجب تمام كده؟ طيب أجمل شبكة المفردات لكلمة النيل النيل فيه إيه يا مس؟ فيه دفاف آه حواليه دفاف اللي احنا شفناها في الصورة وفيه مراكب وكمان فيه سفن وفيه ماء آه ماء عذب أحسنتم وفيه إيه كمان؟ وفيه أسماك وفيه صياد بيصطاد وفيه شباك الشبكة اللي الصياد إيه؟ بيرميها تمام كده؟ خلاص كده حبابي احنا كده خدنا الجزء الأول من درس النيل وبلادي أو من نشيد نيل وبلادي والواجب هنكتب النشيد كتابة النشيد مرة زائد إملائه مرة وإملائه المعاني يعني هنتملة المعاني تمام كده؟ يعني هنكتب النشيد وهتملائه بالتشكيل وإملائه بالمعاني وإنا عايزة لكم كمان تسمعوا لي النشيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر